نتيجة للوضع الراهني في عموم البلاد الذي سببه فيروس كورونا ولا سيما في محافظة النجف الأشرف نظمت ملاكات جامعة الكفيلة تابعة الهيئة التربية والتعليم العالي في العتبة العباسية المقدسة بالتعاون مع مؤسسة النجف الخيرية حملة الوفاء لنداء المرجعية الدينية العليا لدعم المتضررين والمتعففين جراء ما حل بهم نتيجة حضر التجوال عند انطلاق دعوة المرجعية الدينية العليا الخاصة بالتكافل الاجتماعي لبت جامعة الكفيل بالتعاون مع مؤسسة النجف الخيرية الجهة المؤسسة للجامعة وبحمد الله وتوفيقه وصلت المرحلة الأولى من هذه الحملة إلى 550 سلة غذائية لأن جامعة الكفيل تعمل على وفق منهج العتبة العباسية المقدسة التي تسعى دوما لخدمة المجتمع فقد لبت نداء الإنسانية التي أطلقته المرجعية الدينية العليا بمساعدة العوائل الفقيرة بحملة التكافل الاجتماعي الحملة التي نظمت من خلال التدريسيين والطلاب والتي جاءت بعد أطلاق المرجعية الدينية العليا مبادرة حملة التكافل الاجتماعي تهدف إلى دعم العوائل المتعففة والمتضررة بسبب الحجر المنزلي في عموم البلاد اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة